بسم الله الرحمن الرحيم نسعد بنور نبي الوفاة نفهم الكبوس وناخد دروس ترق النفوس مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه بحبكم في الله وحشتوني جدا ربنا يجمعنا دايما على الخير يا رب العالمين والنهاردة لقاء خاص جدا جدا إن شاء الله زيارة خاصة هنستمع فيها لإجابات على أسئلة الخطاب زي ما بيقولوا في حلقة بعنوان حوار مع خاطب الجزء الرابع تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم حس بالمعنى أنت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة هتشوف النبي وكأنك بتشوفه الأول مرة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم والعقود القادمة إن شاء الله نتناول موضوع العقد وأنواع العقود وكيف يتم العقد الشرعي وإيه العقود المحرمة والعقود المشروعة وإزاي إن الإنسان يتزوج زواك صحيح إسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى ونبتدي بقى نخش في الجد بعدها نبتدي نتكلم عن أدب ليلة الزفاف وعن حق الزوج وحق الزوجة والسعادة الزوجية وهنتكلم عن موضوعات كتير إن شاء الله قد تستمر معنا الموضوع يمكن لأكتر من سنة لكن كل دوت علشان نبني بيت مسلم على غرار بيت النبي صلى الله عليه وسلم علشان نعيش أسعد حياة بفضل الله سبحانه وتعالى هنتلقى اتصالاتكم إن شاء الله المرة دي خلاف كل مرة هنتلقى الاتصالات بعد أول فاصل مباشرة هنتلقى اتصالات حضرتكم وكل أسئلة النهاردة على الموضوع الخطبة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف أول سؤال كل الأسئلة طبعا وردت في الاسم اسز معنا أول سؤال بيقول أنا شاب لم أتزوج فكيف أعرف الزوجة الصالحة قلنا يا جماعة كل إنسان في الدنيا بيعرف من سيرته يعني إيه سيرة الإنسان بتوضح أخلاقه سلوكياته تربيته معاملاته بتعرف الإنسان بالبلد كده سي في كاملة عن هذا الإنسان من خلال السيرة بتاعته عشان كده إليك فلان دوت بيقدم السيرة الزاتية لما يروح يشتغل في مكان ما فأنت بتقدم السيرة الزاتية وهي بتقدم السيرة الزاتية من خلال أخلاقنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا وهو دوة المسلم يا جماعة كان النبي حينما يسأل عنه صلى الله عليه وسلم لما الناس كانوا يسألوا أمنا عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول للسائل هل قرأت القرآن فتقول ما بين دفتين رتم الجلدة لجلدة فتقول كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي ونفسه روحي صلى الله عليه وسلم عشان كده أقول أخي وحبيبي تعرف الكلام ده من سيرة الأخت من أسرتها وصيرة أسرتها من خلال أن تسأل عن سلوكياتها وأخلاقياتها هتعرف الزوجة الصالحة طيب من العراق بتقول عمري تجاوز 30 سنة وما زلت أنتظر شاب متدين جدا فماذا تنصحني أنصحك بالثلاث حاجات أخت الفاضلة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الدعاء بإلحاح وبيقين مش على سبيل التجربة أنا بدع وأنا عارفة أن خزائن ربي لا تنفد أبدا قادر ربي مش يبعت لك عريس واحد ولا اثنين ولا تلاتة يبعت لك عشرة وانت تنقب راحتك ربنا بارف فيك يا رب العالمين لكن أقصد أن الدعاء الدعاء وخزائن الله ملأ لا تنفد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى الدعاء بإلحاح وياريت يكون في التلت الأخير من الليل قوم قبل الفجر بنص ساعة بساعة قوم وتوضي وصلي والجائل ربنا أن ربنا يرزقك بالزوج الصالح بفضل الله الحاجة الثانية الاستغفار فكلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين والبنين مش هيأتوا إلا من خلال الزواج فكأن هذا الاستغفار بيكون سبب في الرزق بالزوجة الصالحة أو بالزوجة الصالحة وفي نفس الوقت في السبب أو سبب في رزق الإنسان بالأولاد بالذكور والإناس بفضل الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة يبقى قلت أن أنا بطلب من حضرتك الدعاء ثاني حاجة الاستغفار ثالث حاجة حصن الظن بالله خلي عندك حصن الظن بالله إن ربك هيرزقك إن شاء الله وإن كان ما جاءش يرسام بالهم فترة هيجوا ولو جه ناس برضو مش عاجبينك إن شاء الله ربنا يرزقك بواحد كويس جدا إن شاء الله وربنا يبارك فيكو ويزوج كل شباب وبنات المسلمين اللهم أمين يقول أنا مخطوبة وخطيبة عايزنا أقع في المحرمات وبيهددني بالفسخ إلا ما أستجب لتجاوزات انصحنا عايز أقول حاجة زيارة خالص قبل ما أقول تسمع كلامه ولا ما تسمعش عايز أقول إن فيه هنا مخالفة شرعية هي اللي قدت بنا إن إحنا نوصل للمحاردة إيه المخالفة؟ المخالفة كون إن الخطيب حضرتك بيأمرك بإنك توع فيه فواحش أو في حاجات محرمة معنى كده إن فيه خلوة غير شرعية ما بينك وما بينه والخطبة زي ما قلنا جماعة هي وعد بالزواج وليست زواجا هو ماش جواز ده عبارة عن وعد بالزواج ودي مسؤولية الأهال إن هم ما يفتحوش البحر على الغارب ويقولوا أصطحنا بنديهم الفرصة علشان العريس اللي جاي ما يهربش أو ما يزهقش بنحاول نديهم فرصة يتعرفوا إحنا قلنا جماعة مرة الفاتف إزاي ممكن يتعرفوا على بعض من خلال جلوس أيضا في الريسبشن قدام اللي رايح واللي جاي ويكون في حد جالس كده من بعيد وبيرقبهم مش لازم يكون يسمع كلامهم لكن على الأقل يكون شايف ومشايف تحركاتهم بحيث ما يبقاش فيه خلوة محرمة دي نقطة مهمة جدا إن كان السبب في إن الخطيب ده بيطلب من خطيبته الوقوع في المحرمات إن فيه خلوة أصلا محرمة طيب أنصحك بإيه أنصحك بحاجتين أول حاجة إن أنت لابد إنك تعرفي إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومدام هو في مرحلة الخطبة وبيطلب منك حاجات محرمة نصحتي اطرقي ومن ترك شاء لله عوضه الله خيرا منه وواضح إنه إنسان يعني سامحيني الوازع الدين عنده ضعيف جدا أو الأخلاقات عنده شبه يعني اللبنا عافية مش موجودة طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالي هل يصح الفتاة أن تدعي من الله أن تتزوج من الشخص الفلاني نعم يا صح ما فيش مشكلة إنه واحدة يعني بفضل سبحانه وتعالى ربنا يعني يا ربنا يكلم جميع رب العالمين بتتمنى أنها تتزوج من إنسان متدين سين من الناس فابتدعي بتقول يا رب يا رب ارزقني بهذا الشاب أن يكون زوجا ليه طبعا مش هتيجي توقف في الشارع هو معد وتقول يا رب هو ده يعني مش هتيجي كده إنما هتيجي من خلال إنه ابتدعي وتقول يا رب ارزقني بفلان إن كان فيه خير يعني أنت لا تعرف الخير فين ولا تعلم أين الخير قد يكون هذا الإنسان ظاهره اللي التزامه من جوه ما فيش خالص التزام فانت بتدعي بتقول يا رب إن كان فيه خير يا رب اجعله لي زوجا بل يا صح إن انت تعرضي نفسك على هذا الشاب ولكن مع الأمن من الفتنة بمعنى مش هتروح تقول له إيه رأيك تتجوزني مش هجي كده إنما فيه بقى إيه يعني حاجة كده في الوسط كده يقول له هل لك فيه زوجة صالحة ده أنا أعرف مثلا أختي أو بنتي عمي أو بنتي وما فيش مانع يا جماعة ده سيدنا عمر بن الخطاب وإحنا مش أشد حياء من سيدنا عمر رغم ذلك عمر بن الخطاب عرض بنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان والحديث في البخاري فيجوزه ذلك إن شاء الله طيب ما حكم التعارف على النت بنية الزواج عايز أقول لإخواننا وشبابنا وولادنا وحبيبنا إن التعارف على النت بنية الزواج يعني الحقيقة المفاسد بتاعته أكتر من المصالح لسبب لإن اللي بيحصل من وراها إن في الغالب ما بيحصلش زواج هو اللي بيحصل علاقات وحب وغراميات وبيعيشوا قصة حب كبيرة جدا والبنت بيتخدش حيائها وبتتأثر وبيحصل لها جرح الكرامتها فيما بعد بالإضافة إن الشاب بيضيع وقته بيضيع عمره في حاجة زي كده وفي النهاية أنت مش هتعرف من خلال النت إذا كان الشاب دوت إنسان صالح ويصلحه للزواج ولا لا ومش هتعرف إذا كان أسرته عاملة إزاي وهو نفس الحكاية مش يعرف أخلاقك ولا سلوكياتك ولا معاملاتك ولا أسرتك ولا أصلك ولا حسبك ولا ناسبك من خلال النت فأنا أنصح بترك هذه الوسيلة وليكن الوسيلة من خلال المعارف إن ناس يعرفوا ناس أسرة تعرف أسرة ناس سموا عن جيران معينين فيعرفوا أصلهم وحسبهم وناسهم ويتم الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى طيب أنا مرتبط ببنت هو بيقول يعني أنا مرتبط ببنت وفي بنا حب وأهلها وأهلي عارفين يا سلام إيه الجمال ده وموافقين بس منتظرين لما خلص الجيش علشان يكون فيه خطوبة فهل كلام الحب زي مثلا بحبك وحشتيني من الطرفين بنية حسنة والله لظهار المشاعر هل هو حرام أم حلال طبعا حرام لأن أي زواجة جماعة بيبدأ بمعصية ربنا أوه حد يقول ده تزمت والله من خلال تجارب دعوية شفتها في حياتي على مدى 18 سنة دعوة شفت إن أي زواجة في الدنيا كلها جماعة بتبدأ بمعصية والله الذي لا إله غيره بتنزع البركة من هذه الزواجة فأنا بكلم حبيبي اللي قدامي إن هم إخواني وحبيبي وخايف عليهم ونفسي يبدأوا حياتهم عشان يعيشوا عيشة صح بفضل الله زي ما النبي عاش هو والصحابة رضي الله عن مرضهم وبعدين في حاجة يعني اللي بيقول مثلا طيب الأهل عارفين وأهل عارفين يعني معقولا يكون الأب والأم عارفين إن بنتهم مشى مع الإبن الجرام مثلا أو سيه من الناس وعارفين ومبسطين ويقولوا لما خلص جيش إن شاء الله ويتقدم مين يقول الكلام ده يا جماعة فين بقى كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعاياتي فين قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا هالناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله حبك اللي إذا أحببتني فيه لو غلطنا أنا وخطيبتي هالربنا تقبل طوبتنا نعم بس عايز أقول حاجة إيه اللي يوصلنا أن الخطيب والمخطوبة يقعوا في الحرام أو يعملوا حاجة غلط أكيد زي ما قلنا يا جماعة في خلوة غير شرعية في تساهل من الأهل خلوا البنت تجلس مع خطوبة لوحدهم أو يخرجوا لوحدهم لحد ما وصلوا إنهم يرتكبوا أي شيء محرم فعشان كده بنقول الأصل يا جماعة نقفل لأن ضرق المفاسد مقدم على جلب المنافع لأن إحنا المفروض يا جماعة نحافظ على بناتنا عشان ما يجيش عيزا بالله الفاس تقع في الراس بعد كده نندم ونقول يا ليتا ويا شعف يعني عايزين ناخد بنا دول بناتنا ودول أعرضنا فعايز أقول إن لو حتى لو قدر ربنا سبحانه وتعالى لو لا قدر الله حصل غلط فإن شاء الله باب التوبة مفتوح ربنا يبار فيك رب العالمين الأخت بتقول أعمل يعني هي بتشتغل وخطيبة عايز نسيب الشغل بعد الزواج ما حكم ذلك لزواء الله خيرا ومن حقه طبعا والأصل في المسألة إن المرأة يعني يعني المملكة بتاعتها هي البيت بتاعها فإذا خرجت لها تخرج إلا لضرورة وبضوابة شرعية لكن الأصل إن الزوج يحافظ على زوجته ويخليها في البيت ويجيب لها كل اللي هي عايزة هي ملكة في بيتها في المتواجة بفضل الله سبحانه وتعالى السؤال إذا كانت الأخت منتقبة فكيف أنظر إليها لأخي حمادة من البحيرة بيقول لي أنا بحبك في اللقاء أحبك اللي هي زحتاني فيها حمادة لبنا بير فيه أنا عايز أقول إذا كانت الأخت منتقبة عند الرؤية الشرعية هي بتخلع النقاب وبتخلع القفازين بتنظر حضرتك إلى الوجه وإلى الكفين ودي هي الرؤية الشرعية ممكن تشوفها مرة أو اثنين أو ثلاثة حدا ما تقرر في النهاية إن أنت خلاص وفقت واستخرت لبنا واستشارت أهلك واطمنت لهذه الزيجة ووفقت خلاص في الوقت ده بتحط النقاب لحد أن ربنا يكلمك إن شاء الله وتعقد على هذه الأخت الأخت بتقول أنا دنيا أنا بجد بحب حديثك أو يا شيخ أنا الحمد لله مش بسيب فرض ولما اليوم بيخلص بقعد مع نفسي وبحسيبها صح ولكن إذا الزوجي بدوم الصحة ربنا يديم عليه الصحة ويعافية ويملى بيتكم السعادة والسرورة رب العالمين الأخت بتقول أموال زوجي بشك إن فيها حرام أنا وأولادي مسؤولين معه أمام الله بها أيا بتسأل هل أنا وأولادي يعني مسؤولين مع زوجي أمام الله وما الحل عايز أقول حاجة مدامة الأخت بتشك بتشك إن في في أموال زوجها جزء حرام يبقى أكيد في في أموال زوجها جزء حلال صح كده كلام المنطق بيقول كده مدام فيه جزء حرام يبقى اكيد فيه جزء حلال فانت ممكن تكلي انت واولادك من مال زوجك بنية الجزء الحلال اللي موجود ودي قاعدة شرعية ان اذا اختلط المال الحرام مع المال الحلال عندي اي انسان فيجوز ان الانسان يأكل عنده بنية الجزء الحلال وانت اسيرة في بيت زوجك انت اولادك فاكل يبيل معروف بفضل الله سبحانه وتعالى طيب هل الزواج سؤال بقى هل الزواج رزق هو اسئلة كتيرة في سؤال واحد هل الزواج رزق وما هي الصور والادعية التي تقرب الزواج خصوصا من شخص معين وكيف يمحو الله الزنب ولا يذكرن به في يوم الحساب الحقيقة اول حاجة هل الزواج رزق نعم هو رزق فعلا رزق ربنا بيسكر لأي انسان ومشارط يا جماعة ان اللي بتتجوز تكون انسانة هي دي اللي طقية وهي دي اللي ربنا كافيها واللي ما تجوزش ربنا بيعقبها ما نفهمش كده لا يا جماعة اعطاء المال واعطاء الزوج واعطاء الجاه والمنصب وكل الامور الدنيوية دي كلها هذه الامور ليست دليلا على كرامة الانسان وإلا فيه اخوات كتير جدا في غاية التقوى والورع والاخلاق والتدين ورغم ذلك لم يتزوجن وفيه واحدة تانية ممكن تكون ما عندهاش اخلاق ولا ورع ولا تقوى بتتزوج فدي مش قعدا لكن عموما هنجاوب على السؤال ده ونكمل الإجابة على السؤال ده ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم بعد الفاصل وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الطاعة تعالوا جاءوا على سؤال أختنا الفاضلة هل الزواج رزقه طبعا رزق والإنسان المفروض أنه لما يكون بيسعى الرزق لا ينالوا الرزق إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى لا ينالوا بمعصية الله أبدا احنا طبعا في انتظار اتصالاتكم الآن وما هي الصور والأدعية التي تقرب من الزواج خصوصا من شخص معين مفيش دعاء معين ومفيش صور معينة بتقرب من موضوع الزواج يا جماعة واللي بيقول وبعض الناس بيبعطوا الفضايا تقولي مثلا كذا أو إيرسولة ديت مثلا خمسين مرة يجيلك الزواج تاني يوم إن شاء الله أو مثلا قولي الدعاء دوات سبعين مرة يجيلك زوء الكلام ده كله كلام لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة طيب كم في كيف يمح الله الذنب ولا يذكرنا بيهم الحساب يكون ذلك بالعفو وليس بالمفرة لو ربنا غفر لإنسان الذنب يعني معناه أنه سطر ذنبه يجي يوم الإيامة يحسبه مش يحسبه يعني يعاقبه لا يحسبه أو يذكره بالذنب لكنه لا يعاقبه على نفس الذنب أما لو عفى الله عن الإنسان فبيتمحي أصل الذنب من الصحيفة فلا يذكره ولا يعاتبه ولا يعاقبه ربنا يدار فيك عشان كده كان دعا ليلة القدر اللهم إيناك عفو تحب العفو فاعفو عننا طيب أختي بتقول أحبابته زميلة لي من خلال دراست في الجامعة فهل أطلبه للزواج لكن لم أتكلم معه إلا في الدراست من خلال مشروع في الدراست وأنا براع الله سبحانه وتعالى في كل التصرفات عايز أقول خلي حد هو اللي يعرض عليه الأمر ويكون الموضوع من خلال حد في الوسط كده وما يذكر لهش أن دي رغبتك أنت إنما هو مجرد عرض منه عشان ما يحطكش مواقف حرج وإن وافق فخير وإن موافق شفى ربنا يبدير القيرا منه إن شاء الله أخ بيقول أو أختي بتقول أنا خطيبي لحوح جدا وبيقعد يقول لي أني مش بحبه لأني مش بقوله كلام حب قلنا يا جماعة الخير أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا فالأصل أني كلام الحب ده يتقال بعد العقد إنما قبل العقد يكون يعني كلام محترم ومهذب وفجود المحارم علشان ملقاش في معصية يعني عيازا بلا تنزع البركة من الزواج أخت أو أخ بيقول بعد الاستخارة وبعد الخطوبة هو يقول بعد الاستخارة وبعد الخطوبة ظهرت أنها عنيدة جدا وتميل إلى السيطرة ماذا أفعل؟ حاول تخلي أهلها يفهموها أن الرجال قومون على النساء وأن هي لابد أن هي تحفظ قوامة زوجها وأن هي تأخذ بالها أن ما ينفعش تكون عنيدة ولا مسيطرة لأنه مش ينفع اتنين رجالة يعيشوا مع بعض في بيت واحد لازم يكون راجل وامرأة ما ينفعش اتنين رجالة فإن لم يعني ترتدع وفضلت على عنادها وحبها للسيطرة فهرب بجلدك يا أموش يعني هو الحل الوحيد ربني يبدو لك خير منه إن شاء الله بيقول أبوها مش موافق وهي عايزة نتجوزها من وراء أبوها وهي جنسيتها جنسية أخرى يعني جنسية من بلد تاني ماذا أفعل؟ لا يجوز لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح لا يصح أصل النكاح إلا بولي وشاهدي عدل فما ينفعش يا جماعة إن واحدة تجوز نفسها خدوا بالك وعشان المفهوم ده بالأسف بالشديد منطبع عند بعض الناس إن بيقولوا إن البكر لازم أبوها يجوزها إنما الثيب خب بالك بقى إنما الثيب يجوز إنها تجوز نفسها لا يجوز أصلا لا للبكر ولا للثيب لا للأرمالة ولا للمطلقة ما يجوز لأي واحدة منهم تجوز نفسها بغير ولي لا أمال إيه حديث البكر تستأمر الثيب تستأمر والبكر تستأزم فقالوا معنا الحديث إن الثيب خلاص هي مرأة جربت الرجال فعندها من الجرأة ما يجعلها إنها تقول أيها موافقة أو رفضة إنما البكر تستحي أول مرة تطلع على الرجال فلما يجي لحد يتقدم لها مش لازم تقول أنا موافقة قالوا فما إذنها يا رسولة؟ قال إذنها صمتها لو سكتت وبصت في الأرض كده واتحرجت فده معناها إن البكر إيه موافقة أما الثيب فلابد أن تنطق وأنت تتكلم إنما تجاوز نفسها ما ينفعش إنها تجاوز نفسها هل معنا تريفون؟ أستاذ محمد بن مص السلام عليكم السلام عليكم أستاذ محمد طيب بيقول مدى أو هي بتقول مدى صحة فك الأعمال لأسباب تأخير الزواج يا جماعة إذا أقول حاجة لازم يكون عندنا يقيم في الله سبحانه وتعالى ويكون عندنا يقيم إن ما فيش حد في الدنيا هيمنى عندنا رزق جيدنا بعمل أو بسحر أو وقف حال زي ما بيقولوا كلام ده كله كلام غير منطقي يعني قد يكون إن هناك مثلا سحر إن الإنسان ممكن يحصل له أعراض معينة يمرض يتعب يفقد شيء من الذاكرة يجيله سحر تخيل يجيله سحر المحبة سحر تفريق إنما عشان توصل لمرحلة إنه يمنع رزق جيني ده محال يا جماعة ده محال إن إنسان يعمل لي عمل عشان أنا متجوزي أو يعمل عمل لفلان عشان ما يجلهاش أرسان أبداً أو ممكن يعمل بعد كده بعد ما هي تتجوز يعمل أغازم بلا ربنا عافينا عافيكم سحر تفريق سحر إيه تفريق أو يعمل سحر محبة يعمل سحر بين هذه الزوجة وبين واحد ثاني خالص غير زوجها السحر ده ممكن يتعمل بالمنظر ده إنما عشان يعمل سحر ابتداءً عشان يمنع الزواج فهذا لا يكونوا أبداً بفضل الله سبحانه وتعالى لو أنا واحدة منتقبة بتقول لو أنا واحدة منتقبة وتقدم لي واحد هكشف وشي وإيدي بس أطلع بإيه ألبس العباية ولا الإزدال ولا إيه وبعدين سمعت هي بتقول وبعدين سمعت إنه لو طلب يشوف المعصم وحتة من الرجل يبقى عادي هل ده صحيح؟ لا مش صحيح الصحيح هو الوجه والكفي لكن عايز أقول حاجة وربما وسمحوني ربما يخالفني بعض الناس في هذا الرأي لكن من خلال برضو تجارب الناس ومن خلال التعايش مع مشاكل الناس شايف إن الموضوع منطقي هو رايح الأخت عارف إنها مختمرة أو عارف إنها منتقبة وهو ممكن يكون شافها في الشارع مئة مرة وهي خرج بنقبها ورجع بنقبها فلو راح عشان يتجوزها لا مانع أنا أقول لا مانع وسمحوني أنا عارف إنه ممكن حد يعرضني لكن أنا شايف إن ده للمصلحة لا مانع إنها تلبس لبس محترم مش لازم يكون جلباب واسع جدا جدا زي اللي تخرج به ممكن تلبس لبس يعني إلى حد ما له واسع قوي وله دي قوي يعني حاجة كده محترمة حاجة تكون برضو شيك في البيت وتلبس عليه الطرحة اللي هي تلبسها وتبقى خلع القفزين وقعدة في البيت في وجود المحارم على أساس إن دوت ممكن يكون سبب في ترغيب هذا الشاب من الزواج من هذه الفتاة الصالحة وهو في النهاية عارف إنها لما بتخرج من بيتها لبسا قبها ولبسا حجبها أو لبسا خمرها فبالتالي هو عارف هي أصلا برا شكلها إيه لكن هي لبسة هذا اللبس في هذا الوقت علشان فقط يبقى فيه فرصة إنه يقدر يشوفها في أبها وأجمل صورة وده أنا عارف إنه رأي ممكن يخالفني فيه ناس لكن أنا شايف إنه رأي منطخي أنا ما بقولش إنها هتلبس استريتش ولا هتلبس جيبة سيارة ولا هتلبس لبس مخشوف يا جماعة أنا كل ما في الأمر بقول تلبس لبس جميل ومحتشم ويكون واسع إلى حد ما وكشف فقط الوجه والكفين فقط لك ده الشيخ محمود طلع بيقول تطلع برا لبسة استريتش ولا لبسة باضي أنا بقول لبس محترم وعليه الطرحة وخلع الجوانتي يعني بالبلد يكشف الوجه والكفين لكن لبسة لبسة جميل يخلي هذا الشاب يشوفها في صورة جميلة الأخت نادة من الأردن سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حسنا نسمع في الصوت ببسة شواء بالنفرة حكيت عن السخاصات الطبية من قبل الزواجه الحلقة الماضية معلش الصوت مش واضح واختنادة لو بس نقطع الصوت شواء تشوف ممكن اتفضلي او اسمع حتى للصوت من استوديا لو سمحت بالتغاثة اه تفضلي نوضعت ببسة عن عن السخاصات الطبية اللي حكيتها قبل الزواجه اه الاختبارات الطبية اه نعم اه 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 تحليل الطبية نعم 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 مالها اختي انا انا جاءت في الحلقة الماضي اه يا دكتور انا اشتك حالات مثلا اه بتكون مدى عمراض خلصية بتكون غربة انا بتكون في الجسل مثلا بقرة بيتكامل نموها او مثلا هيك بالعباء انا مش عارفة صوت في حاجة يا سيد شريف اه 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 انا عموما هقول لحضرتك على مضوع التحليل اختي نادا لان انا الحاجة صوت مش واضح حندي خالص وانسف cancelled �le لجدم نفس حضرتك توب ججي رحنا نعم تحليل الطبية قبل الزواج الاخت بتروح مع محارمها إلى عيادة الدكتورة من الدكاترة وتعمل عندها التحليل ديات والاخ بيروح لواحده يعمل للتحليل وبعد اهكذا يلتق الاخ مع مع محارم لأخت الفاضلة ويشوفوا التحليل اذا كانت صالحة ولا لأ إن كان في عيب عند الاخت والاخ موافق على الزواج فبنى قيمها هو نعم تعيين إن كان في عيب عند الأخ وهي موافقة على زوج فبيها ونعمة عين إن كان في عيب ومحدش موافق يبقى من باب الأدب والأخلاق والسلوكيات الإسلامية الرقية إن محدش يروح يبرة يتكلم في حق تاني ولا كلمة ويقول ما حصلش نصيبه خلص الأخت إيمان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم جزاك فيك محمول يا أهلا وسهلا أعمل الله يعزك وبر فيك جزاك الله خير معنا ربني يخليك ويعزك يا رب ادعي لي يا سيخ ربني يكريمك يا رب ويجوزك ويجوزك ويجوز كل شباب المسلمين وبنات المسلمين الله يخليك يا سيخ اتفضلي يا أختيمان هو فيه سؤال ممكن العريس يعزوه يعني مراته يعني خطيطه مرة واحدة يعني كده يعني استخارة معلش السؤال من أول وثاني كده أختيمان يعني واحد تقدم لخطبة واحدة أيوة وعمل استخارة أيوة يعني رؤية مناسبة نعم فممكن يشوفها الرؤيتين شرائتين للبقية بس يكون ما قالش رأيه يعني يشوفها أول مرة ويقول طب يا جماعة استأذنكم أنا محتاج زيارة تانية بس عشان أسعد برؤيتكم ويروح الزيارة تانية ويروح ويسعد برؤيتهم في الزيارة التالتة والرابعة بالكتير لازم يقول رأيه لازم يقول رأيه فإن قال رأيه قال الحمد لله استخارت ربنا وأنا موافق في الوقت ده ما يشوفهاش تاني إلا بعد العقد مباشرة طبعا ده لو كانت منتقبة لو كانت مختمرة فهو بالتالي يعني ممكن بعد الخطبة زي ما قلنا يا جماعة قد يجوز له أنه يروح في أوقات متفرقة ومتباعدة من أجل أنه بس يعني يقرب وجهات النظر ويجلس في وجود المحالم في مكان مكشوف زي الريسيبشن أو غير ذلك ويبتدي يتكلم في أمور منطقية فإن خلاص استقر على الأمر اللي هو فعلا انستليح إن دي تكون زوجته يعقد عشان ربنا يكرمه ويبقى الجلسة بعد كده إن شاء الله كلها في الحلال طيب أتفضلي يا أختي مان أبلنا عليك يا سيخي دعني باتداء النقاب ربنا يرزقك النقاب يا رب العالمين ويرزقك العمل به إن شاء الله ربنا يحفظك أختي مان الأخت بتقول الحمد لله أنا ملتزمة وكلما أتقدم لي أخ ملتزم برفض هو بيرفض لأن والدي بيعمل مصور في تغلافي طيب أخويا وحبيبي لازم نفهم المسائل صح هي لو والدها شغال في أي شغلانة سواء كانت شغلانة فيها شبهة أو حتى شغلانة فيها حرام أفترض أن هو شغال في شغلانة ربوية أو شغال في شغلانة عيزة زم بالله أي حاجة هي زم بها إيه هي أسيرة في بيت والدها خدها يا سيد وما تخليش والدها يحط في بيتك مفتاح وانت خدها وكلف بيتك وعمل وظبط حياتك كلها وانت شيلها من هذا المكان وخليها يعني تكون عاونة لك على طاعة ربنا وانت تكون عاونة لها على طاعة ربنا وما تخليش المسائل مقفلة لدرجة أن والدها بيشتغل كذا يبا دي لا تصلح الزواج لما حدش الجوزة خالص بمرة فكلام طبعا كلام غير منطقي طيب هل يجوز الجلوس مع شاب متقدم لي في وجود والدتي فقط في مكان عام لا طبعا لأن الولدة ليست محرما لك لازم إذا كان هيقض معاك في مكان عام أو في مكان بس مكان عام إزاي مثلا في الشارع يعني يعني أقصد لو في مكان مقفول أو في مكان يعني مطعم في غرفة مثلا أو الحاجة يكون محرم معاك مع الأخت يكون أخوها أو والدها إنما مش هكون أو مثلا في مكان يعني إلى حد ما مش محدش بطال عليك وأوي في أي مكان بس يكون معاك محرم أخوك أو والدك لازم يكون ذكر وكبير في السن وبالغ وعاقل عشان يكون محرم لك أما الأم فليست محرمة لك للأم ولا للأخت هذه مسألة مهمة جدا طيب أنا ملتزمة بحب واحد مش ملتزم مين معنا آيو السريف الأخت نسريم من تونس سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله أحمد الله أحمد الله من بعيد من بعيد طبعا في الرؤية الشرعية من بعيد من بعيد يعني قبل أن يتقدم لها أو كده نعم خد بارك أختي نسفين ربنا بارك في حضرتك الأصل في المواضيع دي كلها الأصل هو غد البصر لا يكون النظر إلا من أجل الزواج يعني لا يكون النظر إلا من أجل الزواج بمعنى الأصل عندنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والخطاب يجي ليه؟ للمؤمنات وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن ده الأصل أما لو كانت النظرة من أجل الزواج بمعنى هو هينظر إليها علشان يشوف هذه الأخت فعلا ممكن تسطح أن أنا أتقدم ليها وأرتبط بيها أو أتزوجها فيجوز لي في الوقت ده النظر من أجل الخطبة وليس من أجل أنه نظرة شهوانية وغير ذلك نعم جزيزيكم أخياء أختي نسرين الأخت سالي من مصر سلام عليكم السلام عليكم طيب أنا ملتزمة بحب واحد مش ملتزم أنا مش بكلمه ومش عارف أنساه في نفس الوقت ومش عارف أعمل إيه قملي قلبك بالحب الكبير حب ربنا سبحانه وتعالى حب النبيين صلى الله عليه وسلم الحب الحلال هيطرد الحب الحرام وبعدين أنت نفسك بتقولي أنا بحب واحد مش ملتزم طبعا هنعمل إيه مش ملتزم ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من تردون لخلقه ودينه فزوجوه يعني الأصل إن أنا بختار واحد عنده دين وعنده أخلاق بصرف النظر بقى هو ممكن ما يكونش أمور وما يكونش ستايل وعنيه مش خضرة وشعر أصفر وعمل شعره بالجل ومسرح حاجب ومش عارف إزاي يعني الأصل هو التدين والأخلاق هو ده اللي هيعيش معك هو ده اللي هتستمتع بين طيب بتقول أنا تزوجت من شاب كان بيدعي الدين والأخلاق واكتشفت بعد كده إنه عيزا بالله زاني وما زال على ذلك أعمل إيه؟ يعني ده كلام ده واضح نيه تزوجت خلاص الموضوع مش بقى في الخطبة بس عايز أقول لأخت الفاضلة مدام الزوج وقع في مثل هذه الجريمة النكراء في وقوع في الفحشة والزنة فأنت ما عليك إلا إن أنت تذكري بالله مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة فإن امتثل فبيها ونعمة عين وذكريه بزوء وبأخلاق وبمعاملة طيبة حاجة تانية إن أنت تأفيه ما هو ربما يكون لعيب من الزوجة نفسها ولو كان لعيب من الزوجة نفسها جماعة الخير أنا مش معنى كده إن أنا بقول دي رخصة للزوج لو زوجته مش بتعفه أن يروح يزني لأ طبعا إنه يعمل حاجة زي كده ده حرام حتى لو كان زوجته مش بتعفه لكن في المقابل بقول للأخت طب ما تشوفي نفسك إمكان أنت مش مقدماله اللي هو عايزه حاولي تتزيني لي حاولي تتجملي لي حاولي يكون عندك حسن تباعل وتحاولي بقدر إمكان أن أنت يتهتم به وبرغباته وحياته ربما أن أنت لما تعمل كده إنه ينصرف عن فعل الحرام أما لو عملت كل دوت وعندك حسن تباعل وتزين وذكرتي بالله وعملت كل اللي تقدر تعمله وما زال على ذلك فأنا أظن أن أنت تفارقي أفضل من ذلك أخي شان من إيطاليا السلام عليكم سلام عليكم أع ampl哀лиكم السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم أعctions بل الشرح بتاعه فإذا لمسهوا النساء فاختسيله عايزة فهم الشرح حاضر هو من جمال الكرآن ومن بديع وعظمة الكرآن ومن الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من الكرآن إن الكرآن دايماً لما يجي عند المسائل اللي فيها شيء من الإحراج أو شيء يعني يدعو الإنسان للخجل يذكر بلفظ رقيق في منتهى الرئ أو الجمال اللي في الدنيا المقصود هنا إذا لمستوا من النساء فاغتسروا الملامسة النساء هنا المقصود لها الجماع الجماع فشوف القرآن يكني باللفظ إن الملامسة دي هي الجماع نفسه لكن يذكرها بدل ما يقول إذا جامعتوا من النساء عند ملامسة النساء أو لمستوا من النساء فاغتسروا فشاهد في الموضوع أن المقصود بملامسة النساء هنا هو الجماع الأخت سامح من تقول السلام عليكم السلام عليكم أختي سمع؟ طيب بتقول خطيبي بيمنعني من؟ سناء من مصر. سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سمحت أتفضل لكن خطيبي أنا أريد أن أرى وشة على طول أنا أريد أن أتفضل نعم هو ليس خالص؟ استخرب بنا وقال أنا موافق أنا موافق لكن حكيته أنه ينسى شكلي طيب مدام نسي شكلك وعايز يفتكره وما يعقد لا بطراحة نعم الخط أتفضل أريد أن تفضل حاضر لكي خاطرك والله لكي أحبك في الله طيب فاصل ونجعلكم ثاني يعني خليكم معنا وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم بعد الفاصل ومازلنا في الأسلة الجميلة بتاعت النهاردة بتاعت حوار مع خاطب الجزء الرابع وإن شاء الله ننتقل الحلقة القادمة إن شاء الله مع العقد بفضل الله بطول خطيبي بيمنعني من المبيت عند أختي وزوجها موجود شيء طبيعي أن أنت مبتيش عند أختك مدام زوجها موجود برضو مش تزمت والتعنت لأنه بتحصل مشاكل وبيحصل أن زوج أختك ممكن مشواء خبار وناس إن حضرتك موجودة ممكن يدخل عليك غرفتك ويلاقيك مثلا بملابس البيت أو غير ذلك فإحنا بقول إن دي حق في هذه المسألة وإن كان في الخطبة الخطيب مالوش حق نودي أوامر لكن في هذه المسألة من حق نقول الكلام دوت لأن طبعا الكلام دوت يعني جائز شرعا طيب بتقول الحب بين واحد وواحدة والشخص ده هيتقدم لها بيتكلموا في التليفون بس في الحدود وما فيش ما بينهم مقابلات ولا أي حاجة تغضب ربنا بمداخل الشيطان بمعنى إن واحد بيحب واحدة هو هي بتحبه لكن والله حب في الله هو بيساعد على طاعة ربنا هو هي بتساعده وبيبعت لها مسجات كلها طاعة يعني يجي بالليل يبعت لها مسج يقول لها ما تنسيش قيام الليل يا وزة فاتوم ما تصلي قيام الليل الوزة وبعدين تاني يقول ما تنسيش صيام الاتنين يا بطة يعني المسألة بتبقى طبعا يعني زي بيقولوا كده سدح مداح كل ده بنيت إن هي بتينوا على الطاعة هو بيعينها على الطاعة أعيز أقول إخواننا إن في حدود للشرع مش عايزين نتعدها مش عايز أقول إن في واحد بيحب واحدة وهم اللي اتنين ما بيعملوش حال غلط ده بعينوا بعض على الطاعة أعيز أقول هي تقدر زمينتها تعينها على الطاعة وهو زمينه يعينه على الطاعة ولما يعوزها هذه الأخت يروح لها يتقدم لها عشان يتجوزها مش عشان يربط نفسه بيها في علاقة حبه ويقول في النهاية أنا بعينها وبتعيني على الطاعة الأخت هدير من مصر سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم ربنا أبر فيك يا رب ربنا أعزك ويسترك بس فضل في الشيخ أنا مش هتاول على حدي بذلك بس أنا كنت متدوجة وأنا عندي 16 سنة أنا عندي دلوقتي 30 سنة ربنا أديك الصحة يا رب بس الصراحة أول ما يتقدمني زوجيا أنا ما كانتش في وفاك يعني أنا كش مفع لي الصراحة المهم يعني فأهلي بعض يكنوا يعني فيهم مش هاتف أمهم تدوجت يعني وخلاص الأمور عديتت الحمد الله ورزبت من نص فلين بس الصراحة مفيش حب يعني حتى مفيش حب يعني حتى القلبي كده يعني إيه مفيش المشاهد الصدقة اللي هي المفروضة موجودة يعني الطبيعية من أي ثنين بس عايشة بس عايشة ومش عايشة حتى أنا عايشة ومش عايشة يعني لا جميل أول ان انت بتعترفي بالكلام ده عارفة يا أختي هدير عايزوا اللي حاجة هو ربنا جعل بين الزوجين الموادة والرحمة الموادة ديت بتبقى مشتعلة جدا جدا في فترة الخطبة والعقد ما هو الأصل ان انت طبعا تختار واحد تكون عايزها يعني لكن بقول هي الموادة الحب يعني المفروض ان يكون موجود في بداية الزواج مش مفروض بقى يعني إيه بمعنى ان يكون في بقى تجربة عاطفية زي بمعض الناس ما اعتقد ان القصد في المسألة ان لابد ان يكون فيه تجربة عاطفية وماشى معها خمس سنين وخطبها سمع سنين وبعدين عقد عليها ستة شهور وبعد إيه الليلة الدخلة بتلتة يام نكون متطلقين لقى الموضوع بش كده خالص الليابة الموضوع ان يبقى فيه قبول وفيه عاطفة تجاه الاتنين فالموادة ديت بتشتعل في وقت ما وإلى حد ما بعدوا يعني المعيشة مع بعض وخلاص قعدوا مع بعض وخدوا على بعض ممكن تكون الموادة بتنطفق بعض الشيء لكن تبقى الرحمة تبقى الرحمة بين الزوجين انهم يتعاملوا مع بعض برحمة وبود وبحنان وبإخلاص وإلى غير ذلك فده هو الأصل أختي دي ربنا بار فيك وعايز أقول لحضرك ده مش حالك لواحدك ده حال 99% من الأزواج والزوجات انهم مفيش بقى الحب المشتعل اللي الأسف شديد ما دعم الشيخ لو هو كان موجود من الأول وانتهى لكن الأطف انه هو مش موجود يعني عارش فالشيتي الإحساس دي حتى انه مش موجود لأتاسا ربنا يا كيبك اختهدين من انت خلاص بقى جوزت ورضيت بالوضع وأنجبت ربنا يا رب يباركلك في أولادك طبعا سؤالك واضح وأنجبت وربنا أكرامك بأولادك الحمدلله رب العالمين تعيش بقى من أجل هدف تالي كبير قوي من أجل بقى ان انا أربي أولادي وانشئ جيل طيب ينفع الأمة وينفع المسلمين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم والله احنا بنحبك في الله وأنا بحب أهل تونس ربنا يعزكم الله يخليك وأنا حسب بناتك عليك ربنا يعرفيك يا رب يعني لو كنت مكان أبويا ولا أخويا الله يخليك ربنا اعتبريني أخوك إن شاء الله إن شاء الله أنا أكلمتك الأسبوع اللي فات قلت لك أنه أبويا رفض يعني خطبتي من دون أثبات ولما فتشت عن السبب لقيت أنه أبويا يعني عنده قافة اسمها القمار ومش راد يجوزني عشان ياخد مني مرتابي غصدا عني ويلعب القمار مع أنه مش ناقص فلوس ولو ما اديتوش بيقولي أنا هحليك كده والله ما انت متجوزة ومش عارفة هعمل إيه بصراحة شيخ محمود يعني وأهل الشاب يعني لدلوقتي انتظرين مني إيجابة وأنا مش عارفة أرد بإيه وحكت للشاب يعني حكت له قال لي أنا مش هخطب أي واحدة غيرك وأنا حستنى حتى يا رب يهدي أبوك ويوافق مش عارفة أقول ليه مش عارفة عملية هقولك على الحل حالا اخت سماح اخت سماح ربنا يعزك يا رب ويصلك أمرك هايز أقولك حاجة نصيحة لأن الموضوع ده بيحصل كتير جدا بين بعض الأخوات ربنا يباري فيك يا رب الأب بيتعنت من أجل أنه عايز مصطحة معانة من ورا مرتب بنته أو بيتعنت لأنه ما بيحبش الناس الصالحين المتدينين أو بيتعنت عشان نفسه يجوز من واحد غني معين في دماغه هايز أقول حاجة الحالة دي تنلجأ للأسرة بقى نفسها تشوف يا عم من عمامك أو خال من أخوالك أو والدتك أو حد يكون قريب من والدك يحاول بقدر الإمكان هو يعني يقنعه بهذه الزيجة لو ما اقتنعش خالص هو يكون الوالد أصلا يعني بيرفض من أجل تدين الزوج اللي جاي يتقدم يعني هو رفضه عشان هو متدين ده يعتبر عيزا بالله فسق في حياة هذا الأب يعني يبقى الأب ده عيزا بالله إنسان فاسك خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى هنا بعض الفقهاء قالوا بنلجأ للولي اللي بعد وإن كان الأصل يا جماعة أنا بقول في الأول عشان ما نهملش الولي الأول نحاول معه ونجتهد معه قدر استطاعتنا ويكون نفسنا طويل لحدا ما ينتهي الأمر للتعقيد التمام التم يعني في الوقت ده بنلجأ للولي اللي بعد هو يجوزك إن شاء الله بس لا نكاح إلا بولي أختي بتقول أنا بيتقدم دعب عبدالرحمن من مصر السلام عليكم السلام عليكم عبدالرحمن يا عبدالرحمن طيب عبدالرحمن أعطى بتقول أنا بيتقدم لي كتير وأنا برفض بسبب أنه قصير أو أنه أصمر رغم أنهم على خلق هل أنا غلط عايز أقول ممكن تكوني غلط وممكن تكوني غلط لأن الأصل أختي الفاضلة أن أنت لما تتجوزي أنت تتجوزي واحد يجب أن يكون لديه مواصفات معينة ستايل معينة يكون شاب كده أو ثلاثة اكس لارج لا إحنا عايزين إيه؟ عايزين شاب يكون شاب يكون شاكل مقبول ومن حقيقة أنت ما تتجوزيش واحد دمين لكن ما توصلش المرحلة أن أنا مش هتجوز غير واحد يكون جميل جداً ستايل ويكون شعره مش عارف إزاي والكلام ده كله ده كلام غير شرعي شيخ محمود أقول لي ما هو السن المناسب بين الزوجين العريسة اللي جايينة عنده 32 سنة والعروسة عندها 19 سنة أرجو الرد الآن في الغالب الراجل ما بيعجزه بسهولة الغالب ممكن الأم أو الزوجة عفواً ممكن يعني إلى حد ما بعد سن الاربعين بتتعب شوية إنما رجل التública يستمنع إلى حدُeryب وما بعد الـ 60 مرةратدة نتمها في أي سن لكن أنا عايز أقول إن ممكن أن يكون الفرق في السن من 10 إلى 15 سنة ممكن بيكون خمس سنين ممكن أن تكون الزوج أكبر من الزوج زي ما حصل مع أمينا خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا عايز أقول إن ممكن يبقى مقبول أول من سنة 5 سنين فرق للقد لحتى 15 سنة شيء جميل جدا ولكن هو شاب بقى وماسك نفسه وشكله يعني إلى حد ما مقبول بالنسبة لها وما فيش اختلاف في الأراء والأفكار ممكن يكون أخطر من كده والمسألة مسألة يعني إيجاب وقبول ومسألة يعني عرض وطلب زي بقوله يعني لو فترة الخطوبة طويلة ثلاث سنين ممكن يشوفها قلنا يا جماعة الخير حبايب قلبي أن ما فيش مصلحة أبدا من نحن نطول فترة الخطوبة لأن فترة الخطوبة فترة تكلف ما فيش حد هيظهر على حياته إلا بعد العقد أو بعد الزواج فما فيش داعي نحن نطول فترة الخطوبة اللي بيقى فيها إرهاق شديد جدا على حياة أو على حياة أسرة الفتاة كل شوية استقبال لهذا الخطيب وكل شوية مشاكل وكل شوية وأحيانا بيبقى مش أحيانا بيبقى كتير جدا في مشاكل وفي يعني معاصي بيقى فيها أنا خطبت إنسانة بدون استخارة ولكن باختيار والدتي هل أتم الخطوبة؟ ما دام إنسانة محترمة ومتدينة وكويسة مفيش مانع وبرضو تستخير ربنا عشان ربنا يوفاك لزوجة صالحة بفضل الله سبحانه وتعالى بتقول في شباب بيبقى بخيل جدا لكنه في البداية بيزوج خطبته ومعاه هدايا وبعد الجواز بيكشف السؤال إزاي البنت تعرف إن خطبها بخيل رغم من الهدايا اللي ببعثها وخلافه؟ تمام؟ عايز أقول إن في بعض الناس يا جماعة يازم بلا ربنا عافينا عافيكم في زمن الفتن اللي إحنا عايشين فيه ده في شباب بتتلون وفيه بنات بتتلون يعني ممكن تلاقي الشاب ما شاء الله في بداية الزواج أو في بداية تقدمه للخطبة ما شاء الله أخلاق إيه وأدب إيه وتواضع إيه وكرم إيه وبعد كده بيتلون مرة واحدة 360 درجة إحنا مش نقدر نحكم هذه المسألة لكن كل اللي قدر أقوله إن كل ما هتتقى ربنا وكل ما هتكوني على صرى بالله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمك إن شاء الله بيزوج طيب جدا بفضل الله معنا تصال الأختي هبة من مصر معليكم معيكم السلام وركرت عليكم السلام وركرت أنا هبة من لي معلينش الصوت شوية أختي هبة ليه 15 سنة اتعالي صوتك شوية أيوة ليه 15 سنة أيوة لبستو الخمار الحمد لله من السنة كده ما شاء الله فأنا محتاجي دعواتك لها في إيه وأخمح ربنا أسبها تك يا هبة وارب فيك يا رب بس أنا كنت عزيزها للسؤال تفضلي أنا نفسي جدا لن ألبس النقاب أيوة بس أمي وأبويا بيقولولي لسه لما تخلصي جامعة أو حاجة زي كده نعم فتنصحهم بايه؟ يعني هقولي بحاجة يا ربنا بارك فيك يا رب العالمين حول بقدر الإمكان على قد ما تقدر إن شاء الله إن أنت تكتهد في إن أنت حتى تخلي الحجاب الخمار يعني نازل كده على عينيكي ومن تحت قرب منطقة الشافة كده لحد أما ربنا يصل لك وتخلصي جامعتك وبعد كده تلبس النقاب زي ما أنت عايزة عشان ما يعملش أنا مش عايق أنا عايز أقولك لكن عشان برضو ما يحصلش مشاكل في البيت عندك وفي الجامعة أنت عارفة اللي بيحصل في الجامعات دولات ربنا يا رب يهديهم ويصلح حلما يا رب العالمين جانزك والأخيان أختي هبا الأختي فاطمة الزهراء بتقول خطيب على دين وخلق لكنه مش ملتحي هلقى باله طبعا تقباليه؟ أين المشكلة؟ يعني عايز أقول يا جماعة أن اللحية وإن كان النبي على السلام ذكر الأحاديث بلفظ اللجوب أوفروا اللحة أرخوا اللحة إلى غير ذلك من أحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي وكل أحاديث صحيحة لكن عايز أقول هل معنى كده اللي مش ملتحي ده ما عندوش دين؟ مين يقول الكلام ده؟ ممكن يبقى ملتحي ويبقى أحسن مني ألف مليون مرة فالشاهد في الموضوع مدان إنسان عنده دين وعنده خلق اتجوزيه واقبليه وإن شاء الله والعلى وعسى بعد كده تسعدي بلحيط و بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى أخت خالد من مصر سلام عليكم عليكم سلامة وبركاته عليكم السلامة وبركاته عليكم سلامة وبركاته عليكم سلامة وبركاته أيوه خالد كيف شكرا ومحمول يا أهلا وسهلا والله أنا عندي أكلة بس كبر عن الحلقة قابلة نحن كنا عايزين أسئلة في الخطبة اللي عندنا أسئلة كتير أولا لسا ما خلصناش يا خالد لا أكل معلش ربنا بار فيه خالد ربنا يحفظك يا رب جماعنا وياك على حوض النبي يا رب يسبتك يا رب يرفع عنك البلاء رب العالمين ويحفظك ويأجورك يا خالد ربنا يحفظك الأخت فاطمة زهراء بتقول كيف أتجاوز أزمة فسخ الخطوبة الرضا بالقضاء والقدر وإنك تعرف إن ربنا أرحم بك من رحمة الأمة بطفلها الرضيع وحيزك تقولي دايما لعله خير لعله خير دايما كده خلي عندك تفاقل كده ورضى بالقضاء ربنا سبحانه وتعالى ومش آخر الدنيا ومش نهاية العالم إن واحدة تتفسخ الخطبة بتاعتها أو تطلق قبل أن تدخل أو تطلق بعد أن تتزوج أو حتى بعد ما تخلف دي مش نهاية العالم يا جماعة في حاجات وفي طموحات وفي حاجات أغلى عندنا من الدنيا ومن اللي فيها في عندنا رضوان ربنا يعني وفيه جنة ربنا سبحانه وتعالى وفيه حاجات كتير جدا عايزين نعيش لها بفضل الله كيف تعرف الفتاة إن خطبها لا يتكلف حسن الخلق شيء طبيعي زي ما قلت لكم إن فترة الخطبة فترة تكلف مش هنقدر نعرف هو هو ده الخلق بتاعه الحقيقي ولا هو بيتكلف لكن عايز أول حاجة حتى لو ظهر يا أختي بعد الزواج إن أخلاق وغير الأخلاق اللي كانت موجودة أيام الخطبة أنت بقى بحسن أخلاقك وحسن التباعل وبالمعاملة الطيبة تقدر يتأخذ منه أحلى حاجة وتخليه بفضل الله ينق يبعد عنك الأخلاق السيئة والأختي دي أنا من مصر وكانت عملت المثال سأعمل السؤال من نصه دعيكم السلاحة لو كانت أنا ماتجوزة من سكندريا وكانت القايرة ماتجوزة وكنت عملت فنينة ثم صادت الشغل وتجوزت وكذا ومشكلة على طول معجوزة ربنا يا بار فيك يا رب ويصلح ما بينكوا إن شاء الله ويهدي ساكل كثير ومش عارسة عملي واتطلقت ورجعت تاني هقولك حاجة واختي دينا دايما دايما اوه هتنسي ان في رب كريم أنا مخنوقا ما بصليش ولا تدخنق ولا حاجة ربنا يا بار فيك السؤال الواضح اوه هتنسي ان في رب كريم عظيم رحيم ارحم بنا من رحمة الامة الطفلة الجائلو ابكي بين ايديه قومي بالليل وصلي وابكي قولولي يا رب يا رب لينلي قلبي زوجي سخرلي قلبي زوجي حببه فيه يا رب قادر ربنا صحات قلوبه لعبات بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف قادر ربنا يخلي زوجك يحبك وتكون عنده اغلى حاجة في الدنيا ويسعدك ويخليك تحبيه ويوفق ما بينكو بالطاعة اختي دينا ربنا ربنا يحفظك يا رب العالمين الحقيقة يعني الاسئلة لسه كتيرة بس يعني مش عارف اقول ايه اخر حاجة طيب بتقول اخشى من الاقدام على الزواج خشية المشكلات الزوجية دي عاملة زي اللي بيقول ايه انا خايف اشترى عربية لحسن اعمل حدث او انا خايف اروح عند الدكتور اتعالج لحسن انت عند الدكتور مش كويس يا موتني لا احنا بالقول نستعين بالله ونحصر الظلم بالله ونديه ونستغفر ونقبل على الزواج ونوافق ونحاول بقدر امكان نجدد النية ان احنا عايزين نقيم بيت مسلم يوحد ربنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الوقت دوت ان شاء الله ربنا هكرمكم ووفق ما بينكم دي كانت بعض الاسئلة عن الخطبة وان شاء الله من الحلقة الخادمة خش في الجرد ونتكلم في العقد ان شاء الله الف مبروك العريس جاء وتمت الخطبة هنعقد بقى المرة الجاية ان شاء الله ربنا يا رب يجوز كل الشباب وبنات المسلمين جزاكم الله خانا حسن الانستماع والحياة الوقت معكم بيجر بسرعة سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على النبي ومحمد وعلى عليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته